السلام عليكم سوف أقدم لكم اليوم التقويم الأول في اللغة العربية لتلاميذ السنة الرابعة خاص بإدماج المقطع الأول مستعدون؟ فلنبدأ الآن استعمل ورقة وقلم لتقديم الإجابة التصحيح مع الشرح سوف أقدمه لكم غدا إن شاء الله بالتوفيق إذن تقويمنا هو عبارة عن دراسة النص إذن سوف نبدأ أولا بالسند نركز جيدا سالم طفل معدم يدرس نهارا ويبيع المطلوع مساء ليساعد والده المريد هو ولد قصير القامة ضعيف البنية لكنه ذكي وطيب ذات يوم باع سالم المطلوع لأحد الأغنياء فأعطاه ورقة نقدية بألف دينار وعندما أراد سالم إرجاع الباقي وجده قد واصل طريقه فلحق به وقال له تفضل يا سيدي ليس لي ما يكفي لأرد لك الباقي ادفع لي ثمن المطلوع مرة أخرى أعجب الغني بشخصية هذا الطفل الصغير وأسر عليه ليحتفظ بكل المبلغ وقرر أن يساعد أسرته ليستغني عن العمل إذن هذا بالنسبة للسند أو النص أقرأه جيدا عدة مرات أفهمه ثم أنتقل إلى الجزء الأول من الأسئلة نبدأ بأسئلة الفهم أولا اقترح عنوانا مناسبا للنص بعد قراءة النص جيدا وفهمه أختار العنوان المناسب يعني عما يتحدث هذا النص ثانيا لماذا يبيع سالم المطلوع الإجابة دائما من النص ثالثا هل انقطع عن الدراسة كذلك الإجابة من النص والإجابة تكون بجمل مفيدة رابعا ما هي الصفات المادية والمعنوية لسالم من درسنا الصفات المادية يعني الخارجية التي تخص الشكل الخارجي والمعنوية التي تخص الداخل كيف هو هذا الشخص داخليا خامسا ابحث في النص عن مرادث كلمة فقيرا يعني الكلمة التي لها نفس المعنى أجدها في النص ثم وظفها في جملة مفيدة إذن عندما أجد هذه الكلمة أوظفها في جملة مفيدة إذن هذا بالنسبة لأسئلة الفهم كل الأجوبة أستخرجها من النص ويكون ذلك بعد قراءة النص وفهمه بالتوفيق ننتقل الآن إلى الجزء الثاني وأسئلة اللغة واحد استخرج من النص اسم فعل ماضي فعل مضارع حرف جر ظرف زمان وصفة إذن كل هذه الكلمات أستخرجها من النص بعد قراءته جيدا اثنان أعرب الكلمات المسطرة في النص هذه الكلمات المسطرة عوجودة في النص أستخرجها ثم أعرب كل كلمة الكلمة إعرابها الكلمة إعرابها إذن الكلمة هي منفصلة أركز جيدا أقرأها جيدا ثم أقوم بإعرابها ثالثا الرجل الغني قرر مساعدة سالم السؤال لو تحدثت عن نفسي ماذا أقول لو تحدثت عن نفسي عن المتكلم ماذا أقول عوض الرجل الغني لو تحدثت عني وعن عائلتي ماذا نقول مكان الرجل الغني إذن أقرأ الجملة جيدا وأركز وأغير ما يجب تغييره رابعا رابعا أكمل الفراغ بالتاء الناقصة شاهدت أطفالا يبيعون على حافة الطريق فتأثرت وتمنيت مساعدتهم إذن أكمل الفراغ بالتاء الناقصة هل هي تاء مفتوحة أم تاء مربوطة خامسا بين سبب كتابة التاء في كل كلمة ورقة كتبت التاء هنا نقول هل هي مربوطة أم مفتوحة لماذا لأنها وأعلل قررت كتبت التاء كيف كتبت ولماذا لأنها وأكمل إذن هذا بالنسبة لأسئلة اللغة أسئلة سهلة جدا كلها متعلقة بما درسنا في المقطع الأول في اللغة العربية بالتوفيق ننتقل للجزء الأخير وهو الإنتاج الكتابي تخيل كيف ساعد الرجل الغني عائلة سالم وأعد لنا سرد القصة بطريقتك موظفا الوصف المادي والمعنوي والصيغة التشبيه في فقرة لا تتجاوز ثمانية أسطر إذن قرأت النص فاهمته المطلوب مني هو إعادة سرد القصة بطريقة يعني بطريقة أخرى ممكن أن أخذ المعلومات وأعيد سردها بطريقة الخاصة موظحا كيف ساعد الرجل الغني عائلة سالم في الأخير كيف ساعده ماذا فعل له موظفا الوصف المادي والمعنوي إذن أصف سالم أو شخصا آخر ماديا وصفا خارجيا ومعنويا وأستعمل صيغة التشبيه إذن التوظيف يكون بلون مختلف وفي فقرة لا تتجاوز ثمانية أسطر لا أتجاوز ثمانية أسطر وذلك باتباع خطوات كتابة الفقرة أو الإنتاج الكتابي وهي المقدمة العرض والخاتمة المقدمة والخاتمة مختصرة جدا وأهم الأحداث أضعها في العرض إذن بالتوفيق هذا كل ما لدينا اليوم بالنسبة للتقويم الأول في اللغة العربية الخاص بإدماج المقطع الأول لتلاميذ السنة الرابعة إذن نركز جيدا وبالتوفيق لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومدرستي في بيتي وضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم التقويم وأعجبتم عن كل الأسئلة شكرا لكم جميعا سلام